تسجل حادثة حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية ضحايا بالعشرات والعدد قابل بحسب السلطات الرسمية للارتفاع وفي تفاصيل التحقيقات الأولية عشية الحريق الضخم أعلنت الجهات الأمنية عن اعتقال مالك قاعة الأعراس المنكوبة في الحمدانية وذلك خلال محاولته الفرار خارج البلاد والفرار بحد ذاته صعد من مؤشر الاتهامات من قبل الرأي العام حول وجود قضية فساد واضحة تتمثل بغياب معايير السلامة العامة في المبنى أو تأثير متنفذين على مهنية مؤسسات الرقابة في الدولة ففي إحصائية رسمية للعام الماضي والذي سبقه تشير الإحصائيات الحكومية إلى نشوب 26 ألف حريق عام 2021 حادثة مستشفى الحسين التعليمي واحدة من تلك الحوادث التي كان سبب اشتعالها ساندويتش بانيل تصاعدت بعدها التحقيقات وتطبيق القانون بحق من يرتكب مخالفة في شروط السلامة العامة إلى وأنه بحسب تقارير رسمية فإن حرائق عدة نشبت بسبب بناء ألوح ساندويتش بانيل سريعة الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة عن مدرية الدفاع المدني يقول الخبراء إن الحرائق في العالم تحدث بفعل حوادث طبيعية لكنها في العراق مرتبطة إما بالإرهاب أو الفساد أو غياب الرقابة الرسمية التي يؤكد كذلك مراقبون أن أغلب الحكومات المتعاقبة كانت تؤكد محاسبة المخالفين إلا أن تلك الحرائق من نوع حريق الحمدنية وما قبلها مستمر ولا يمت لواقع الأقوال عن رقابة على مدارس ومستشفيات وقاعات غير ملتزمة بشروط السلامة لا يمت بالصلاة ويبقى الاستهتار بالقانون وبأرواح الناس سببا رئيسيا بتكرار أحداث مأساوية في شتى محافظات البلاد وهو ما يقول مواطنون إنه سبب أخطر مما يفعله الساندويتش بانيل أو تفعله ألعاب نارية كما حدث في الحمدنية